من جديد أهلا بكم في شير مجمع اللغة العربية في الشارقة يرى أن عليه أن يبدأ في عمل معجم تاريخي في محاولة منه للحفاظ على اللغة أحد أهم دعائم وركائز الهوية وبالتعاون مع مجامع أخرى للغة العربية مثل مجمع لبنان يأمل أن يحفظ جزءا من لغتنا الجميلة لكن ما هو المعجم التاريخي للغة العربية وما هو اختبار الكفاءة وما مدى تأثير السوشيال ميديا على مستقبل لغتنا الدكتورة سارة ظاهر رئيس مجمع اللغة العربية في لبنان تجيب عن كل هذه التساؤلات دكتورة سارة أهلا بك على شاشة الغد وفي شير مساء الخير أهلا بكم أهلا وسهلا دكتورة أبدأ معك بتعريف للمعجم التاريخي وما هو الفارق بينه وبين المعاجم الأخرى المعجم التاريخي هو بمبادرة من مجمع اللغة العربية في الشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ سلطان المعجم التاريخي هو يؤرخ لتاريخ الكلمة منذ أول مرة تم استخدامه وبالتالي تطور دلالاتها عبر الزمن طيب وما هي الحاجة إلى معجم تاريخي في الوقت الحالي دكتورة؟ طبعا لا يوجد معجم تاريخي منذ الوقت القريب في اللغة العربية لذلك من الضروري جدا حتى يتمكن الأجيال الجديدة من معرفة تاريخ كل كلمة دلالة استخدامها عبر العصور من قام في استخدامها للمرة الأولى في كل عصر كيف تم الاستخدام طيب إذا حدثينا دكتورة أكثر حول سبب هذه الفكرة ومن أين جاءت هذه الفكرة؟ جاءت هذه الفكرة بمبادرة من مجمع اللغة العربية في الشارقة بهدف تأريخ وتوثيق كل الكلمات العربية وبالتالي ليكون عندنا مستند خاص بكل المفردات بالأشعار بدلالات الكلمات بالأمثلة عليها كل هذه الأمور تساعد في التوثيق لأن لكل لغة يجب أن يكون هناك تاريخ ويجب أن يكون هذا التاريخ موثق ليكون مرجعا للأجيال الجديدة ولكن إذا ما حدثينا أكثر حول ألية العمل كيف تعملون عليها؟ ألية العمل نعم يعمل على هذا المشروع عدة بلدان عربية ومن ضمنها لبنان يتم اختيار خبراء يتدربون على المنصة كما يتم اختيار محررين ليتم إسناد جذور إليهم يختارون هذه الجذور لكل جذر هناك عدة أبواب كل باب هو معنا ومن خلال هذه المعاني يتم اختيار الشواهد الشواهد أي كل كلمة عبر العصور منذ العصر الجاهلي الإسلامي العباسي العصر الحديث ودلالات وتطور دلالات هذه المفردات نعم طيب على أي أساس يتم اختيار هؤلاء الأشخاص قبل الحديث أو إكمال هذه الفكرة؟ حسب الاختصاص في اللغة العربية وتحديدا المعاجم أو الألسونية طيب تفضل لأكمل فكرة كيف تعملون على هذه الفكرة؟ نعم يتم اختيار متخصصين في اللغة العربية تحديدا الألسونية أو العربية يكون عندهم خبرة في هذا المجال وبالتالي يشرف عليهم خبير هذا الخبير يكون مجمع اللغة العربية في الشارقة قد دربه على المنصة وعلى الأسلوب المعتمد في اختيار الشواهد في اختيار الأبواب وفي كيفية سياغتها كيفية كتابتها ليكون العمل منسجما ومتماسكا يعني يأتون بجاذر مثلا مثلا لنقول جاذر كتب نأخذ استكتبة تكاتبة كاتب مكتبة كل هذه الكلمات متى تم استخدامها أولا معناها نحدد معناها متى تم استخدامها للمرة الأولى ومن استخدمها وأين استخدمها بالوثائق كيف تطورت دلالتها عبر العصور يعني كلمة كتاب هل منذ البداية كانت تعني المفهوم اليوم أم أن المعنى تطورت دلالته واختلفت بين عصر وآخر طيب دكتورة معاجم اللغة العربية كثيرة بالفعل ولكن لماذا تحتاج اللغة إلى معاجم جديدة ليس معجما جديدا إذا جاز التعبير هو معجم تاريخي يوثق للكلمات يعني أنت عندما تفتح معجما اليوم معجم عادي لا يوثق لك للكلمة متى تم استخدامها للمرة الأولى كيف تطورت دلالتها كيف كانت عبر العصور لا يكونوا شاملا كالمعجم التاريخي المعجم التاريخي إذا بدك هو تتابع أو تتبع لحركة تطور الكلمة ودلالتها طيب دول عربية كثيرة أيضا لديها مجمع اللغة الخاص بها لماذا المجمع اللبناني بالذات الذي اختارته إمارة الشارقة لهذه المبادرة ليس المجمع اللبناني بالذات بل هناك أكثر من عشر دول عربية تشارك ولكن على أي أساس تم اختيار المجمع اللبناني؟ المجمع اللبناني نحن عملنا مع مجمع اللغة العربية في الشارقة دعمونا بمشروع اختبار الكفاءة باللغة العربية هذا كان تعاوننا الأول ومن ثم عندما أطلقوا مشروع المعجم التاريخي للغة العربية اختاروا مجمع اللغة العربية في لبنان من ضمن المجامع العربية الأخرى للعمل على هذا المشروع القيم ونحن بدورنا قمنا باختيار مجموعة من الأشخاص الأكفاء للقيام بهذه المهمة ماذا عن اختبار الكفاءة في اللغة العربية من الشارقة؟ وما هو هذا الاختبار أصلا في اللغة العربية؟ اختبار الكفاءة هو بمبادرة من مجمع اللغة العربية في لبنان بقرار من وزارة التربية سنة 2018 بعد أن قمنا بعدة إحصاءات واستفتاءات لنرى ما هي المشكلة الحقيقية في موضوع اللغة العربية سواء على الصعيد المهني أو الأكاديمي أو الاجتماعي لأننا كما نعلم أن اللغة العربية هي الفصحة أتحدث هي لغة مهنية ولغة أكاديمية أكثر منها لغة تواصل ولغة اجتماعية لذلك وجدنا أن هناك عدة مشاكل تواجهها الشركات والمدارس فقمنا بإنشاء عدة اختبارات خمسة أنواع تحديدا الاختبار مزدوج اللغة يتوجه للأشخاص الذين يستخدمون لغتين في عملهم لنرى كيف يستخدمون اللغة العربية هل يستخدمون كليشي كلمات قديمة مفردات قديمة أم يترجمون الكلمات كما هي أم هناك كلمات أو عبارات مليئة بالأخطاء اللغوية كذلك عندنا الاختبار العام للأشخاص الذين يتحدرون للدخول إلى الجامعات ويختارون اختصاصات يستخدمون اللغة العربية في مهامهم الوظيفية لدينا الاختبار المتخصص هنا هذا يتوجه إلى الموظفين الإداريين وكل من يستخدم اللغة العربية بمهامه الوظيفية كذلك لدينا الاختبار الخاص المدرسي الاختبار المدرسي وهو الموجه إلى المراحل المدرسية عند نهاية كل مرحلة يجب على التلميذ أن يكون قد اكتسب مهارات عدة من خلال هذا الاختبار نتأكد أن التلميذ يعرفون اللغة العربية طبعا وفق المعايير العالمية لنبني على شيء مقتضى حيث نجري الدراسات ونقدم التوصيات كذلك الاختبار الأخير هو الاختبار الموجه للذين يعلمون اللغة العربية لأننا كما نعرف أحيانا يعلمون اللغة العربية من خارج الاختصاص فنحب هنا يعني فيه سؤال مهم أيضا يعني هناك الكثير الذي تحدث حول الأخطار التي تهدد اللغة العربية الآن هل لك أن تشرح لنا ما هي تلك الأخطار؟ هناك أنواع عدة من الأخطار خاصة كما سبق وذكرت أن اللغة العربية الفصحة هي ليست لغة التواصل ليست لغة مجتمع يعني مثلا عندما ينتهي هذا اللقاء أنا أذهب وأتحدث باللهجة اللبنانية وأنت تتحدث بالمصرية على ما أعتقد إن كنت مصريا وبالتالي عندما يترك التلميذ الدراسة لا يعودون يستخدمون اللغة العربية الفصحة إلا إذا كانت تطلب منهم في وظائفهم هذا أمر يؤثر سلبا ويختلف هنا تختلف اللغة العربية عن اللغات الأخرى يعني سواء الإنجليزية أو الفرنسية فأنت تشاهد التلفاز أو تسمع الراديو أو تتواصل على مواقع الاجتماعي أو تقرأ كتابا أو تجري بحثا كله بنفس اللغة وهذا الأمر مختلف عن اللغة العربية الفصحة هذا الخطر الأساسي الخطر الثاني هنا إذا بدك مرتبط بالإنتاجية العربية سواء تكنولوجيا أو طبيا أو فكريا هذا النتاج الضعيف حيث نضطر إلى الاستيراد من الخارج الأفكار والتكنولوجيا والأدوية فنلجأ إلى تعريبها إلى تعريب المصطلحات وبالتالي إذا بدك يؤثر سلبا على المصطلحات الحديثة باللغة وهذا يبعد الشباب عنها أكثر على العموم أنا مصري والهواء فلسطيني والجنسي والدم طيب كيف يمكن استغلال السوشيال ميديا في تحسين أداء اللغة العربية لدى رواد المواقع والله نطلق مبادرات عدة نحن ومختلف المجامع العربية الأخرى من خلال تشجيعهم على تصوير فيديوهات باللغة العربية الفصحة أو الكتابة باللغة العربية الفصحة سواء كانوا من صناع المحتوى أو كانوا من ما يسمونهم بالإنفلوانسرز المؤثرين المؤثرين أن يستخدموا اللغة الفصحة وهذه بحاجة إلى وضع استراتيجية من قبل المجامع والحكومات الدكتورة سارة ظاهر رئيس مجمع اللغة العربية في لبنان أشكرك شكرا جزيلا لك قصصنا لا تنتهي ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم تابعونا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة الواحدة والنصف بتوقيت جرينيتش وإن فاتتكم قصص اليوم يمكنكم مشاهدة عبر صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر ويوتيوب إلى حلقة جديدة من شير إلى اللقاء اشتركوا في القناة